جهود هيئة النزاهة في ملاحقة كبار الفاسدين المتورطين بجرائم الفساد المالي والإداري تصطدم بجدار الأحكام القضائية المخففة جرائم بمليارات دنانير تقابل بالسجن البسيط مع وقف التنفيذ وهو ما لا يوازي حجم الجريمة ومقدار المال العام المهدور هذه الأحكام أصبحت مخففة جدا وبسيطة جدا وتساعد الفاسدين على ارتكاب جرائمهم هذه العقوبات يجب أن تجرم حتى الآن لا زالت هي مخالفات وهذه كارثة كبيرة تهدر مليارات الدولارات ويعاقب عليها الفاسدين كمخالفات على العراق أن ينتبه الآن وخصوصا مجلس نواب بمراجعة القوانين وتجريم هذه الأفعال الفساد بدلا من أن تكون مخالفات يحكم عليها بعقوبات أقل من سنة أو بالغرامات يجب تجريمها لتكون عقوبة لا تقل عن خمس سنوات سجن قانونيون أشاروا إلى أن الأحكام المخففة تعود إلى قدم قانون العقوبات المعمول به حاليا الذي شرع في ستينيات القرن الماضي مؤكدين الحاجة لحزمة من القوانين الجديدة تتضمن عقوبات رادعة فضلا عن ضرورة تشريع قانون استرداد الأموال المقدم من رئيس الجمهورية برهم صالح تقدر بالمليارات كل هذه القضايا لا يزال يحكمها قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 هذا القانون بطبيعته يعطي القاضي صلاحية واسعة فيما يتعلق بتقدير العقوبة حيث أنه أما يحدد الحد الأدنى للعقوبة أو حدها الأعلى نحن نحتاج فيما يتعلق قضايا النزهة إعادة صياغة نصوص القوانين التي تتعلق بالفساد الإداري وإنهاء أو تقييد القاضي فيما يتعلق بالتخفيض في مثل هكذا عقوبات بالإضافة إلى أننا بحاجة إلى إعادة صياغة بعض النصوص القانونية متعلقة بمكافأة الفساد ألا وأولها التعجيل بتشريع قانون استرداد الأموال العامة التي طرحها السيد رئيس الجمهورية إعادة النظر بالقوانين السابقة أو تشريع قوانين جديدة هو ما يحتاجه القضاء لتحقيق جانب الردع في الجرائم المالية والإدارية التي تستنزف أموال الدولة وتحرم المواطنين من المشاريع الخدمية والتنموية من بغداد محمد جبار العراقية الإخبارية اشتركوا في القناة